وفيما يرتبط بالاستثمارات الأجنبية في المغرب فقد سجلت خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة ألفين وعشرين مداخل صافية بلغت 16.3 مليار ديال الدهم بارتفاع يقدر بـ 50.7 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية والتي عرفت تراجعا في هذه المداخل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية ولشك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة وهذه اللي جاية في الطريق ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثماري الأجانب حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميطاق الجديد لاستثمار وهو خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقية الاستثمارية المهمة